يكون فندق الهيلتون على موعد مع نجم الرافة الفرنسية بوبا أمسية الخميس الرابع والعشرين من مارس المقبل حيث سيحيي حفلا موسيقيا بالفندق وذلك برعاية Welcome Advertising وللحديث عن هذا الحفل يحضر أو تحضر معي إناس فرحات منظمة حفلات بWelcome Advertising وأيضا عبدالغاني بطاطا والمعروف بDGR1 أهلا بكم نعم، شكرا إذن، ربما نبدأ معك فرحات ربما لماذا بالذبط بوبا؟ لأنه يشترونيung أمور الألم نيرو رامسة دين مابت عدس الليل سيذهب ويوث يحوز إلى البيان وكما نتحب لتحضر أمور الإعلام ليس فقط في الموارد رمضان المغروب الليلة المترجم للمشاهدة يحدثت بيك هل ستكون حول الهضرة جيدة في هذا الحفل ماذا سيقدم دي جاروان في هذا الحفل في الـ 24 من مارس المقبل شكرا الكتب نحن نتحدث الآن عن حفالات نتحدث عن حفالات ربما كانت في شهر رمضان الفاضيل كنتوا متواجدون بقوة ربما بالهيلتون الآن ربما نشاهد حفالات مقلصة أو شبيهة ربما منعدمة خلال العام لماذا؟ والصنات في الطبعة تالي تالي في رمضان الجاي إن شاء الله الطبعة رابعة يوم الثلاثين حفال ثلاثين سبكتاكل متنوئ نحن تحاولها لكي يبدو للفان نحن تحاولها في عام ربما تحدث عن الدخول ستكون ربما بالطبع ستكون ليست بالمجان ثلاثة ألاف بالنسبة لدخول عادي وأربعة ألاف دينار جزائري نعم أيضا نتحدث ربما أيضا عن برنامج برنامج وارساوند خلال هذا العام هل يوجد مغنيين آخرين سيحلون بالجزائر على غير ربوبا؟ قبل شهر رمضان سوف يكون مفجئات تبقى دائما مفاجآت ولا ترغبين بالقول ربما عن ماذا سيوجد إذن دي جي أروان هل لديك حفلات ربما هنا في الجزائر بعد بوبا أو على سير هذا العام؟ بعد بوبا قبل بوبا مع بوبا أيضا؟ مع بوبا لا عندي حفلات عندي حفلات قبل مع بوبا وما بعد بوبا يعني مفاجآت لنا نهض عليها ومع والساند ومدة رمضان 30 يوم ربما أيضا الجمهور المتابعة الآن محبية الحفلات ربما يطالبون ماذا سيكون خلال هذا العام أو بعد بوبا ولو بشيء قليل إجببا أن يكون متتابعي صفحة فيسبوك والساند يتخلون لبقى مفاجآت لازم يكون مفاجآت لازم نفاجآ الجمهور المتابعة طيب الحديث ربما ماذا سيكون تجور دي كاليبر نقعد دايما في نفس بوبا ليست بالمرة الأولى التي يحل فيها في الجزائر نحن ليست المرة الثانية المرة الثانية وبما استقطبوا بوبا نظرا لمحبيه هنا في الجزائر بماذا؟ نظرا لمحبيه كان العديد من محبي بوبا في الجزائر آخر آلبوم له والدرنيه 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 وستكون الأمسياء بالهيلتون إذن شكرا لك يا إناس فرحاته أيضا شكرا لك دي جي أروان بهذا مشاهدنا شكرا جزيلا لكم أيضا